بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقع قلنا كذا مرة على القناة بتاعتنا وكمان قلنا قريب في فيديو ليلة عبداللطيف وتوقعاتها الاخيرة للعالم والدول العربية كانت ايلة بالنص ليلة عبداللطيف ان الرئيسين بايدن ودونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية هيجتمعان معا لحد سن ما للصالح العام ونتيجة هذا الاجتماع هيبقى لصالح ترامب ده اللي قالته ليلة عبداللطيف نشوف النهاردة خبر عن جلسة استماع في الكونجرس حول اخفاقات ادارتي ترامب وبايدن في افغانستان اللي حصل ان الكونجرس الامريكي اعرب عن خيبة املهم في ايزاء التطورات اللي حصلت في افغانستان ومن المقرر ان يعقد المشرعون جلسة استماع لمناقشة اخطاء ادارتي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن وقال السيناتر الديمقراطي بوب مندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ان احداث الايام الاخيرة اصبحت ضروة لسلسلة الاخطاء اللي ارتكابتها الادارات الجمهورية والديمقراطية دول اكبر حزبين هم الحزبين الحاكمين في امريكا الجمهوري والديمقراطية على مدار العشرين سنة كانوا عاملين اخطاء كبيرة تسببت في النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي في افغانستان ونحن نرى الان النتيجة الرهيبة للسنوات من الاخفاقات في المناهج السياسية واخفاقات الاستغبارات واكد منندز ان لجنته هتعمل جلسة استماع حول السياسات الامريكية في افغانستان بما في ذلك مفاوضات ادارة ترامب مع طالبان وتنفيذ ادارة بايدن لخطة الانسحاب اللي بالنسبة لي انا نسميها الخطة الفشلة لكن ما قالوش تاريخ عقد الجلسة لغاية دلوقتي وبدوره اكد السناتر الديمقراطي مارك ورنر رئيس لجنة شئون استغبارات في مجلس الشيوخ انه هيعمل لجان تانية علشان يتروح اسئلة صعبة ولكن ضرورية حول اسباب عدم استعداد امريكا لمثل هذا التطور في افغانستان استطلع النهاردة لرئيس الامريكي جو بايدن ويقول احنا ما كنش متخيلين ان طالبان او التطورات اللي حصلت في افغانستان حصلت بسرعة بدرجة احنا ما كنش عاملين حسابها يعني اول مرة شوف رئيس يقول كده وخصوص رئيس لدولة مش عادية وقال الجمهوريون في رجنة شئون القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي في رسال البيت الابيض ان الازمة الامنية والانسانية واللي بتتطور دلوقتي في افغانستان كان ممكن تجنبه في حال لو عملته وضع خطط طالما انت هتطلع من البلد وعارف ان الدولة مش قد طالبان ما كانوش عمله بالمنظر ده كانوا حاولوا يعملوا خطط بقى انسحابات جزئية لكن مش مرة واحدة وقات ذلك على خلفية سكوت حكومة الرئيس اشرف غني في افغانستان واستلاء حركة طالبان على السلطة قبل اتمام الانسحاب الامريكي من البلاد فبكده فعلا تحقق توقع ليلة عبداللطيف وكانت ايلة ان هيحصل اجتماع هيضم الرئيسين الرئيس جو بايدن الرئيس الحالي والرئيس دونالد ترامب الرئيس السابق لحدث ما والاجتماع للصالح العام ونتيجته هتكون في صالح ترامب لحد ما وده زي ما انتوا شايفين الموضوع مش سهل ولسه فيه اجراءات ولسه فيه حاجات كتير جدا بسبب الموضوع لان دي كانت فضيحة الامريكا انها كل العالم بيشاور على الامريكا انها السبب في التطورات اللي حصلت في افغانستان وكمان في حاجة عازو اقول لكم علي فاكرين كنا منازلين فيديو لمنجم او فلكي هندي اسمه نسيم هارو كان الراجل ده اتكلم عن الازمة الامريكية الحالية وقبل ما بتحصل الانسحابات والحاجات اللي بتحصل حاليا في افغانستان الراجل ده توقع الاتي فهل ده ممكن اللي هنشوفه في الايام اللي الجاية الله اعلم كان بيقول ان الرئيس الامريكي الحالي هيتعرض لعدة صدمات وهيدخل للمستشفى ويرى ان نائبة كامالة هاريس بتخرج عن السيطرة وبتعلن انسحابها من المشهد وسيلمع نجم ترامب في نهاية العام وسيكشف اسرار حطيرة للبشرية مما سيزيد من شعبيته لكن مؤقتا خلال المرحلة القادمة ولكن تلك الشعبية فيما بعد ستنطفق لانه مشترك في عدة امور لم يوافق عليها الامريكان نفسهم لو تاخد بالكو التوقع لحد ما بتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي في امريكا واللي عملته امريكا من انسحابها للقوات الامريكية من افغانستان دي حاجة لو تفرقتوا ياريت تفرجوا على الفيديو لسه متفرقتش عليه لسه في توقعات تانية عن دول عربية وغير عربية وتوقعات مهمة جدا انا عسيب لكم لينك الفيديو في الاخر لكن زمانتوا شايفين يا ترى الاجتماع واللي هيحصل ده هينتج عنه ايه الله اعلم لكن عارفين محدش هيقول انت هيغلطوا يعني الرؤساء لكن المصيبة حصلت يعني خلاص ما فيش اي حاجة تانية ممكن تمنع المصيبة دي اللي جاي اهم حاجة ازاي نتفادى او ازاي نطلع بقل الخسائر ده من رأي الشخصي بكده نكون انتهينا من الفيديو شكرا لوجودكم معنا وايضا محتاج اعرف رأيكم على اللي بيحصل حاليا وكمان لو انتم مشتركتوش معنا الغد الوقت يالي تشتركوا تدوسوا على زرار الاشتراك او تسبسكرايب زرار الاحمر تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم اشعارات الفيديوهات وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وشكرا لكم وشكرا لكل المحترمين والمتابعين والمشتركين اللي دايما بينورونا بتوقعاتهم وتعليقاتهم عن الاوضاع الحالية وايضا مقترحتهم للفيديوهات اه انا كده خلصت لكن عايزة اتكلم عن المتابعين اللي كتبوا التعليقات للفيديوهات الاخيرة الفيديو اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو فيديو الاستاذ مزان المصري كنا منزلينه الساعة تمانية صباحا بتوقيت القاهرة زي دلوقتي زي مبارح من الناس اللي كتبت اسمائها وكتبت تعليقاتها معنا في القناة محمد علي محمد وف اتش جي وكمان سهيلي رشيدة سهيلي من تونس وسعاد قدري من الجزائر ومعنا عدرة طبعا منورونا على طول بتعليقاتها من الجزائر وسهير رشدي وكمان معنا ريم بغازي من تونس بتقول سلام من تونس اهلا بيكي حبيبتي ومعنا الاستاذ اشرف سليمان اما اعتقد من مصر منورنا دايما بتعليقاته بيكتب دايما اه رأيه في اللي بيحصل حوالينا من السياسة وغيره وكمان معنا اه في احمد الشمري وام ايمان وسيد عبد الحسين وشمس النهار دايما على طول تعليقاتها وزوءها عالي فعلا والاستاذ اه امل صاحبة اكاونت الامل خليج والاستاذ بالقاسم من تونس وحمادي سليحة من الجزائر واحمد بن عبد الله ورماس احمد وزرور وردج من الجزائر طبعا ورحاب والاستاذ من الفرج ونصيرة قدر اه عدراني او اورداني دليلة من الجزائر امر وكمان معانا نبيلة كتيلة واحمد الغمدي اكيد من السعودية اخي الكريم من السعودية منوارنا بتعليقاته ودليلة راشد ويوسف معانا كمان من المغرب استاذ يوسف من المغرب اهلا بيك وفاطمة وموديع من اليمن ونور الهدى وبشيرة اه وكمان هدير من الجزائر واموديع من اليمن وطبعا ايخ الكومنت لسه جاي في القناة من 11 دقيقة الاستاذ فريد من المغرب شكرا لكم وشكرا لكل المتابعين والمشتركين اه سؤالي النهاردة واللي محتاج اعرف رأيكم فيه اه الرؤساء اللي تسببوا في الازمة اللي حصلت في افغانستان ايه المفروض العقوبة اللي المفروض تكون ديهم لو كان فيه فعلا يعني قانون عادل بيحاكم على غلط الرؤساء اه ده اولا ثانيا شكرا واخيرا مبسوطة بوجودكم معنا في اسرة قرات مساء الاخبار واشوفكم بخير ان شاء الله في توقعات جديدة لمشال حي كليل عبداللطيف وما يكفي غالي وغيرهم وغيرهم من الناس اللي دايما بتتوقع اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار